تلام عليكم الصدة بيطرب مش كده يطرف تعملوا اول يوم العيد ايه في الغداء ماكرونا بشامل ولا رؤاء احنا بنعمل رؤاء وعشان صنية رؤاء تطلع بالجمادان ده تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض اول حاجة هنبتدي ان احنا نعصج اللحمة المفرومة بتاعتنا وده عن طريق ان احنا هننزل بالسمنة وعليها البصل المفروم ناعم طبعا فرمة البصل على حسب ما تحبيه بس عشان هادير ما بتحبش البصل فبنفرومه ناعم جدا وبعدين هنبتدي ان احنا نشوحها بس لمجرد ان ايها تتبل لكن مش تتحمر وبعد كده هبتدي ان انا انزل باللحمة بتاعتي المفرومة وهقلبها لمجرد ان اللون الاحمر اللي هو نايدة يختلف ويبقى لونها بني كأنها استويت بس هي طبعا لسه ما كملتش السوى بتاعتنا بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا وانا بتافي فقط بالملح والفلفل الاسود ممكن كمان نضيفة ورق لورة ما عندكيش مش لازم وبعد كده بابتدي ان انا حط نص كوبية من المية عشان تساعد على السوى بتاعها هبتدي ان انا قلبهم تقليبة صغيرة وهقفل الغطة بتاعي لغاية لما المية بتاعتي تنشف بالشكل ده كده الرؤاء اللي انا استخدمته النهاردة شكله عامل كده هو رفيع شوية عن الرؤاء العادي انا بحبه كده عشان يطلع معايا بالقرمشة اللي حضرتك شفتها في اول الفيديو بس طبعا يكون حساس شوية لما نيجي نستخدمه مع الشربة هنا بحبتدي ان انا ابهر الشربة بتاعتي بربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود لان احنا مش بنعمل كده اسناء السوى عشان ما تسودش وهي تستوي هبتدي ان انا اجيب الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها الرؤاء دي صينية مقاسها 30 اللي هي هعمل فيها نص كيلو من الرؤاء طبعا هدي هناك كويس جدا سواء من القعر او من الجوانب بالسم وبعدين هبتدي ان انا اجيب ورقة ورقة من الرؤاء بتاعي وهقبل لها بالشربة لو حضرتك بتخافي فعملي الحركة اللي حضرتك شايفها دي او لو اول مرة تعملي مثلا الرؤاء تجيبي معلقة وتبتدي انك تمشي على الورقة لغاية لما تحس انها تبلت وبعدين هنرسوهم في الصرير اما بين بقى كل 3 ورقات كده مثلا نبتدي ان احنا ندهن دهنة خفيفة من السم اما بقى لو قلبي الجامد فامسكي بقى ورقة ورقة اعملي فيها زي ما انا بعمل كده وبليها كويس قوي بالشربة طبعا الشربة بتاعتك ما تكونش سخنة عشان خاطر ما تخليهوش يتكسر منك تمام؟ تكون دافية بس كمان مش بنسيبها كتير مجرد ببلها وبخرجها اول لما هخلص نص كمية الرؤاء بتاعي هبتدي ان انا حط الحشوة بتاعتي اللي هي اللحمة المفرومة اللي احنا عصجلوها وهفريدها كويس قوي وبعدين هكرر بقى نفس اللي احنا عملناه تحت فوق عن طريق طبعا ان انا همسك ورقة ورقة هبتدي ان انا قبلها بالشربة وهفريدها في الصانية بتاعتي وبرده كل كام ورقة هبتدي ان انا ادهن دهنة خفيفة من السمن لغاية لما نخلص الكمية كلها ببتدي ان انا امشي بالمعلقة بتاعتي كده على الاطراف عشان خطر بس لما اجي اقطعها ما تتحركش مني وهنا برضك هدهن السطح بتاعي بكمية من السمن اكتر شوية من اللي انا كنت بحطها جوة بس برضو مش يعني اوفر واخر مرحلة قبل لما دخلها الفرن ان انا هبتدي اقطعها حسب الرغبة انا بحب ان انا اقطعها كده بالشكل التقليدي اللي هي مستطيلات وبعد كده على فرن مسخر مسبقا على 200 درجة مقوية لتخرج بهذا الاتقان بتعملوها زي ولا طريقتكم مختلفة عني